أصل الحجاب في الإسلام ما هو أصل الحجاب؟ هو بداية قبل ما نحكي في حكم الحجاب هذا يجب أن يسبقه أمر أكبر من الحجاب الحجاب واحد من أحكام التكليف الإسلامي الكثيرة قبل أن نتحدث للمرأة عن حجابها أو للشباب عن صلاتهم أو للأغنياء عن زكاتهم أو عن كل فرائض الله عز وجل يجب أن نثبت تعظيم الله في القلوب هذا كله فرع عن تعظيم الله يعني اليوم بيجبتزوجها بيقولها على سنة الله ورسوله تزوجتك على سنة الله ورسوله طب ما أنت لما تزوجت على سنة الله ورسوله طب سنة الله ورسوله تسويه لحفل مختلط وكله مشلح ومزلط ومملط ما أنت قلت سنة الله ورسوله إذن صار فيه تفاوت وتناقض ما بين كلامنا ويقيننا إذا بنينا اليقين مع الله عز وجل سهلت علينا تطبيق الأحكام بالعكس نصير ندور على الحكم عشان نعمل فكان سلفنا يبحثون عن السنة حتى يطبقوها لأن الحب زايد للنبي فيدور وين سنت النبي عشان يعملها اليوم نبحث عن السنة لتركها ولما تقوله بسنة تقوله طيب الحديث شو وضع الحديث الحديث ناصح الحديث صحيح الحديث ضعيف الحديث حسن الحديث الحديث ليتهرب من السنة ولو ثبت محبة النبي في القلوب لبحثت عن السنة لتطبيقها لا لتركها إذن أنا مش مشكلة مع الحجاب أنا ليست مشكلة اليوم مع حجاب المرأة مشكلة اليوم مع تعظيم الله ومقدار اليقين مع الله ربنا فرض علينا في الزكاة 2.5% لكن لما زاد إيمان أبي بكر ما أكفاه 2.5% فتبرع بكل ماله لما بزيد الإيمان يسهل العمل لما بينزل الإيمان يصعب العمل يصعب العمل فربنا قال في القرآن الكريم وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةَ عن مين؟ عن الصلاة طبعا الصلاة هي رمز للعبادة الآن ليش أما بوقع خبز على الأرض في ناس بيمسك الخبز بيبوسه طب ما هو الرز نعمه الخبز رمز للنعيم صحيح الصلاة رمز للطاعة فربنا قال وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ربنا ربنا لي بيقول مش كلاما لا ينقل كلاما عن أحد وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على الخاشعين مين الخاشع العامل هيك؟ لا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعتقدون أنهم سيلقون الله فسهلت عليهم الحياة فإذا لما بزيد الإيمان يسهل العمل أنا اليوم ما بلوم بنت خلعت حجابها أنا ألوم مجتمعا ما أعطاها ثقة بالله ولا أعطاها إيمانا مع الله صدقت يا دكتور صحيح أنا ما بلوم اليوم شب ما صلى أنا بلوم طريقة التربية التي لو عرفته إلى الله والله لا يركض على الصلاة ركض طيب الصحابة مش كانوا يشربوا الخمر حتى نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا فأصبحت أودية المدينة تسيل خمرا أسأل سؤال بعث النبي مخابرات وشرطة وتعقيب وأمن وقاء وأمن جنايا عشان دوروا على الخمر هم من شدة إيمانهم وإرضاء لله هم اللي خلصوا الخمر التي كانت عندهم العبرة ليست في خلع الحجاب ولكن العبرة ألا يكون بينك وبين الله حجاب ترجمة نانسي قنقر